تتواصل لليوم الثالث على التوالي المناورات البحرية المشتركة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تحت قيادة القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن التعاون البحرية يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين وفي السياق ذاته وصفت مصادر إسرائيلية لأكسيوس تدريبات البحر الأحمر مع الولايات المتحدة ودغل أخرى باستعراض قوة ضد إيران تصرف أحد عشر زورقا دورية إيرانيا بشكل خطر قرب مجموعة من سفن البحرية الأمريكية افتتاحية مقالد ناشنال انترست تذكر بحادثة تعود إلى أبريل عام 2020 اعتادت الزوارق السريع المسلحة تابعة لسلاح بحرية الحرس الثوري على مضايقة البحرية الأمريكية والسفن المتحالفة معها في الخليج ولسيما في مضيق هيرنز الستراتيجي الذي يربط الخليج بالمحيط المفتوح الحرس الثوري الإيراني أعلن أن زوارق تحمل صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن يصل مدها إلى 430 ميلا في الآوينة الأخيرة وخصوصا في سبتمبر عام 2020 أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أفضل صاروخ لها مضاد للسفن يمكن أن يصل إلى 180 ميلا فقط حسب ما نقل الموقع عن ديفنس نيوس